السلامكم لإخوة وإخوة كدرين لباس لكم أتمنى تمركم بخير والأخير أتمنى الله سبحانه وتعالى إلا قاكم هذا الفيديو في أحسن الحوال مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد قبل أن نترق الموضوع الفيديو لابد أن نتوجه بالشكر جزيلا إلى كل المتابعين الأوفياء الذين يتفاعلون مع فيديوهات قناة سلاوي نيوز وخص بالذكر أن الصراحة التي تتفعل من خلال الشرح والتوضيح والعديد من الأمور التي تتعطي وحد القيمة إضافية لموضوع الفيديو إذن شكرا لكم جميعا وتنشكر كذلك الناس لوضعوا اتقاد لهم في هذه القناة أنضموا إلى عالم قناة سلاوي نيوز إذن مرحبا بكم ونحن هنا أمام التحفى الهندسية والمعمارية برج محمد السادس وللإشار هذا البرج غير تابع للدولة وليس تابع للملك محمد السادس بل إن البرج تابع للقطع الخاص والذي هي يعني شخص هو الذي يملكه إذن نكونوا واضحين ونكونوا صريحين ونضعوا واحد النقطة ختمية على هذا الموضوع إذن كل الأمور كما تشوفوا معنا الحمد لله بشات بشكل اللي هو مدروس وبشكل اللي هو مخطط له رغم العديد من العراقيل والصعوبات اللي واجهت هنا المهندسين فالناس اللي متبعين يعني الأشغال ليل هذا البرج منذ البدايات يعرفوا لأنه كانت هناك العديد من العراقيل اللي كما تنقولوا هنا فاجأت هنا الشركات للشغلات على هذا البرج من أهمها هو أنه المياه يعني دخلات اليوم كما تنقولوا احناي كل ما كانوا تغرقوا في الحفير كل ما كان الماء تفاجئهم وكذلك الوحل أي الغيس وبالتالي كان لابد من إيجاد حلول تقنية وعلمية من أجل التغلب على هذه المسألة والناس اللي كانت يدوزون مني هنا را كانوا تلاحظوا أنه المدخات دي المياه ربما كانت تتوقف تتخدم 24 ساعة إلى 24 ساعة وعدد كبير من كانوا تخدموا بالليل ونهار بشي بومبي والماء وتعودوا يخرجوه اللواد إذن الأشغال الحمد لله والشكر لله راشيبة منتهية البوابة الرئيسية راه هي الدارت لا تكون تتفصل ما بين الميناء الترفيهي وما بين البرج بالنسبة للبوديوم أي تلك المنطقة التحسنية المعروفة سيكون لديها محلات يعني دي المحلات اللي سيكون لديها محلات ربما مقاهيم وطعيم وكذلك محلات تجارية أما فيما يسأل عن القنطرة قنطرة التجيفي فالقنطرة الحادثة ربقي ما بدوش فيها الخدمة بالنسبة للقنطرة القديمة اللي كانت معروفة بالقنطرة الأقواص أراهم لاحظوا معنا والناس المتبعين معنا اللاحظوا معنا أنها رمى بقات شي وتمت عملية الهدم ديالها وكذلك حتى الساتر الترابي اللي كانت توضع للواتي وراء تحيد فيما يخص العديد من التجارب هنا أراد دارت بالنسبة لهذا البرج هذا بالنسبة لأنه سيسول علاج لك المنطقة الخلفية لألواح الزجاجية مختلفة على المنطقة الأمامية فلأن هذه الألواح هي ألواح تساعدنا في تولير وتحويل التحويل يعني أشياء الشمس إلى طاقة وبالتالي فبرج محمد السديس هو صديق للبيئة لأنه سينتج طاقة كهربائية التي ستكون تغذي بها العديد من الأمور وكذلك يتم إعادة واستعمال عن الفندوق وعن المحلات التجارية ويعني الإقامات السكانية وبالتالي يتم إعادة استعمال تلك المياه والتدوير ديالها في مجال السقي وربما في مجال يعني تنظيف الجانبات إذن كل أمور الحمد لله الشكر لله يعني تم تخطط لها وضربوا لها الحساب ديالها كما تنقولوا هنا وهذا البرج راكين سعودون تنكررها هو ليس تابع لا للدولة ولا للملك محمد السديس وإنما تابع للقطاع الخاص إذن إلى متابعنا الكرام أتمنى أن سبحانه وتعالى للفيديو أعرق لكم وعجبكم ودائما وأبدا الله معزل الإسلام والمسلمين الله مرحم الشهودة الله محفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سؤال من كل شاركنا مكهوم كل سلوي نيوز من المغرب